ابراهيم صلاح بقى بجانب ان هو كان لعيب كبير جدا راح اشتغل في قطاع الناشئين في نادي الزمالك ومسك فريق 2003 بينك وصين كده عمل طفرة في الفرق دات عمل اداء رائع جدا مع الفريق دوت وعاش فترة عظيمة جدا هذا الفريق وطلع كمان لعبين موهوبين جدا في نادي الزمالك وهذا اللي هبدأ بيه مع الكابتن ابراهيم النهاردة فترة كانت عظيمة اظن بالنسبة لك طبعا يعني البداية كانت نادي الزمالك الناس تتكلموا معاينة ان احنا عايزين نعمل كوادر صغيرة ونبدأ ندخل اولاد النادي يبدأ ويدخلوا ويشتغلوا في النادي وياخدوا خبرات ونعمل كوادر الفترة اللي جاية دايما على المدار السنين اللي جاية فانا الفكرة عجبتني وكمان انا بحب الملعب يعني مش ميل اكتر لنحية الادارية وكده فكنت حابب ان انا كن موجود في الملعب فقلت تمام ابدأ ابتدي كده وبلغت اخد الدراسات بتاعتي سافرت زنبيا خدت دورة طبعا للتحدي الاوروبي معمولة هناك كده وقلت الحمد لله ابدأ اشتغل فجت لفجرة نادي الزمالك طبعا ده بيتي فاكيد البداية كن من خلاله يعني فروحت وبلغت الموسم ان انا كمدرب عام مع الكابتن محمد حسن يعني حبيت اتعلم برضو من حد اكبر مني وتبقى البداية كده لكن الظروف ممشيتش كويس ان الكابتن محمد كان عنده ظروف خاصة كده وسب الفريق بقى من ثلاث شهور تقريبا دلوقتي كان ساب الفرقة وانا الناس كان عندها سكر ان انا كمل فالحمد لله كملت ومسكت الفرقة وبدأت اشتغل معاهم تصدرنا الدوري وعملنا نتائج هيلة جدا مباراة النادي الاهلي اللي الناس بقى كلها شفيتها وبدأ تعرفنا وتعرف اللعي بقى من خلالها فبدأ اللي حصل مباراة دي خلص اتنين واحد ايه خلص اتنين واحد اه اتنين واحد كيزدنا اتنين واحد المباراة داوت صدرنا بطولة الدوري لكن الاحداث من بعد كده بقى ما كانتش احسن حاجة قبل ما اوصل الى الاحداث المباراة دي تحديدا انت تعصبت فيها ايوش مش تعصبت عصبية الملعب انت دايما كنت لعيد مقاطر في الملعب انا اقول لحضرك ليه يعني انا لحد الديئة 85 كنت هقهدى واحد في الملعب كله يعني لو شفت الناس كان نجوم الزمالك والرموز الكبيرة كلها كانت موجودة كانوا بينفعلوا بيقفوا الخط واحمد حسن ميد وجلقة كده عملت لغات شوية مع الناس وقال لك كابتن احمد حسن واقف لا دا كل دا كانت شدة وناس خايفة على الفرقة وبيتحاول توجه ويرجع ويعمل انا كنت دا اهدى واحد لانه كنت مركز في الشغل فاتنين صفر ضربة جزاء للناد الالف الشغط الاول ضاعت الشغط التاني ديها 85 الولاد بدأوا يرجعوا الورا عندنا وبدأوا يخافوا شوية على اثنين صفر مع ان لو كنا لعبنا بالطريقة اللي انا اتكلمت معهم بيها كان ممكن نزود تلاتة او اربعة لكن خلاص هم خافوا وقلن اثنين صفر الديئة 85 ضربة جزاء فاولينا تحاسب ضربة جزاء علينا فاوليكم تحاسب ضربة جزاء مافيش فايفصال فانا السينايرو اللي جي في دماغي بس ان مجهود الخمسة والثمين ديها دول اثنين واحد يبدأ يدخلوا في اللعب هيدي مثلا سبعة تمن دقيق وقت ضايع فالموضوع ممكن يروح في حتة تاني لقيت نفسي حركة غير اراضية نازل الملعب بقوله يعني انا مغلطش او بقوله انت ليه عايز تقربهم في اللعب بس يعني ليه عايز تدخلهم في اللعب اثنين صفر لو بقي دقيقتين ثلاثة شكرا للماتش خلاص خلاص فانا قلت له ليه دخلتهم هو طردني في هذه اللقطة اللي جات يعني يعني ما تجوزتش في حقق بس هي اكيد غلط يعني وانا اعتذرت بعديها عن ان انا نزلت الملعب الناس كتير ما تعرفوش عنك ان هو دي شخصيتك الحقيقة انت شخص هادي جدا انت في الملعب كنت قوي جدا وكنت بتنفعل كتير جدا بس انت في العادي انت شخص هادي بالزبط كده فهي دي الحركة دي حتى بعد المطر كل اللي كانوا جنبي كان كابتن جمال حمزة وكابتن حزي المام قالولي احنا ملحقناش نعمل حاجة انت الحاكم صفر لينك في الملعب ملحناش نرقاك قلتهم انا كمان حركة غير ارادية لقيت نفسي نازل فبقوله ليه انت عملت كده طبعا انتردت والمطش الحمد لله خلص وكمل على خير وكسبنا وكنا متصدرين البطولة دي كنا احنا والنادي الاهلي كمان المطش كان واخد اهمية شوية احنا الاتنين في نفس عدد المقط والمباراة في الناشئين شوية بواخدين الموضوع بحساساتها جاملة قوي فاحنا كسبنا وتصدرنا بتلات نقاط وبس الاحلاس بقى اللي بعد كده ايه مشت بترامش كويسة هاي